أستاذ أحمد فارس أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد صباح الخيرات حياك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك أستاذ سارة أخويا عبدالله بخير يا جعلك بخير جمال قاعدين نشوفها معاك الآن في الستوديو بهذه المنقوشات على الخشب أول شيء أتعرف عن علاقتك مع الخشب كيف بدأت كيف استهواك لأن أتعمل علي هذه المجسمات والله في البداية أنا طبعاً كنت في الحدادة طبعاً وبعد كذا أحبت أني أدخل له الحديد مع الخشب واستحواني له المجسمات يعني أني أنا أكون أشتغل في المجسمات هذه بالطريقة هذه يعني بالأسماء والتحف فابتديت بعد الحجر بعد ما جاء الحجر انطلقت يعني انطلاقة في المجسمات هذه يعني كورونا فجرت الموهبة أيها خلتني أعمق في الحاجة هذه جميل طيب قبل ما تبدأ في عملية النحط وزي ما شفنا يعني أو زي ما احنا شايفين موضوع النحط على الخشب هل كان عندك موهبة في الرسم في الفن كان عندك مثلاً مهارة معينة لا أنا كنت أحب الحرفة يعني بس لكن في الرسم لا طباعة طبعاً وبعد كده استنسخها بالخشب جميل أطلعها مجسم بالخشب يعني مثلاً زي كده شف التحفة هذي السمك مثلاً هذه طبعاً تعد أنواع كثيرة نحن نسويها هذه يعد تفريق مثلاً هذا كأنه منها مجسم منها تحفة يعني جميل منها تحف ومنها مجسمات في نفس الوقت يعني فعلاً سارة ذكرت هذه نقطة يعني كثير استضافنا ضيوف كان البقاءهم في منازلهم حجر المنزل يفجر هذه المواهب هذا أمر إيجابي طيب لو تكلمنا عن الاستمتاع بالنحط وهذه المنتجات أنا أرى مقاطع كثير للناس حتى رؤية أنه والله العمل على الخشب ممتع وبعضهم كثير يحب أيضاً يمكن فيه تفريغ للطاقة من الداخل أنا تكلمنا على التفاصيل الصغيرة فيما يتعلق بالتعلق الروحي بعملية النقش أو عمل هذه المنتجات أيضاً كيف تستمتع؟ الصراحة أدمان يعني ما أقدر شيء أقولك ما أقدر شيء أوصف لك يعني في البداية بتحس شوي بالتعب وكذا لكن بعد ما تستمر بتشوف نفسك تنطلق لا إرادياً فبتتحبب للحاجات هذه يعني لدرجة أنك ممكن كنت فاقد حاجة لو ما اشتغلت في هذه الحاجات هذه ما شاء الله طيب خلينا نتكلم شوي عن آلية العمل كيف بيتم تقطيع كيف بيتم تحديد الشكل؟ طبعاً أستنسخها في البداية كورقة مثلاً على A4 ورقة الـ A4 بعد كذا أجسدها له على خشب بعد ما يتم تنظيفها يعني ألزقها على نفس الخشب وبعد كذا أقصها زي ما معروض لكم ينقص وبعد كذا يتم له البرم حقه والتنعيم والشغلات هذه الثانية هذه الشغلات تكون يدوية؟ كلها يدوية بعد ما ينقص المجسن عادة مثل هذه التحاف أو الأمور للزينة تكون مستوردة داخل السوق المحلي اليوم لما نتكلم على وجود منتج محلي بداية تستثمر فيه؟ بداية تحدد أسعاره؟ تبيعه؟ هو أستثمر فيه؟ نعم لكن أحدد أسعاره لا لأن أسعاره تختلف شوي وين الأختلاف في الأسعار؟ يختلف على حسب عمل المجسم نفسه لأنه في بعض الأعمال تحتاج حق تفريق كثير استعرض لنا يعني عاطينا أمثلة على اللي عندك من منتجات مثال هذا الحين الاسم مثال هذا الاسم يحتاج حق عدة أنواع من الخشب يعني القاعدة النقاط نفس الاسم بالضبط هذا تطعيم إحنا نسميه هذا تفريق هذا نسميه إحنا التفريق بعد ما نفرغ المناطق هذه زي نبتدي في البارم حقها والتنعيم حقها بعد كذا نجسدها على المجسد أغلى هذا أي شيء أغلى كثيرة يعني تخيل أن تتقص بيطلع المستوى زي هذا بيطلع كذا سيدة بعد كذا تبرم الحواف هذه لازم برم كلها يدويا جميل يعني تحديد القيمة المادية حيكون حسب نوع المجسم خلينا ننتقل من المجسمات إلى الأبواب اللي أنت أيضا يعني مبدع فيها كيف تكون شكل الأبواب لأنه هي لها هوية خاصة الأبواب هذه عدة أبواب أنا سويت عدة أنواع من الأبواب طبعاً كلمنا عن هذه الأنواع فيه أنواع كثيرة يعني فيه اللي هو اللي بينفتح مثلاً البوابتين أو بوابة واحدة يعني وفيه بعضهم اللي هو نسميه منجم وفيه بعضهم بالنقش طبعاً أنا ما سويته بالنقش أنا شبهت فيه بالأبواب الحساوية ممتاز فيه طابع أحسائي على الأبواب أيها طابع أحسائي وطابع قديم يعطيه التراث القديم والإقبال على هذه الأبواب والله فيه ضعيف شوي يمكن على التحف أكثر الإقبال على التحف أكثر الإقبال الأسماء جميل طيب العمل على الخشب يعني إحنا نشوف هذه الجماليات لكن متعب خطير أي شو الأدوات اللي تستخدمها لأنني أعتقد أنه إذا ما أخذت الحيطة والحذر سيكون في يديك الكثير من الجروح صحيح؟ مئة بالمئة يلا قولنا قولنا عن هذه الرحلة في العمل يعني ماذا؟ أول حاجة تقطيع تقطيع على المنشار الطاولة وبعد كذا المنشار اللي هو المقصة الثابت وبعد كذا التنعيم يعني فيها حاجات كثيرة أنا أقول لك كذا لأني أذكر وأنا صغير كنت أحاول أعمل على تحفة خشبية ودخلت قطعة خشبية يمكن قعد لها أربع أيام ما طلعها إلا للمستشفى فعشان كذا قعد أتكلم من ألم ألم الطفولة لا هذه تعودنا عليها نعم أحمد هل في مثلا أدوات أمان بتستخدمها أثناء العمل؟ أكيد السفتي جلاص القرافزات أستخدمها هذه خصوصا في الحاجات الشوي خطرة التحفة كم حتستغرق من الوقت تقريبا؟ اللي هي مثلا المجسم الواحد صحيح المجسم الواحد يستغرق بعضهم يستغرق ثلاث ساعات بعضهم يستغرق يومين يوم ثلاثة أيام على حسب نوعيته نعم الحرفة يا أحمد هي مصدر دخلك نعم ورسالتك في هذا الاتجاه للشباب خصوصا من لديهم مواهب حرفية كمصدر دخل كيف يمكن أن تقدم لهم هذه الرسالة؟ بالعكس أنا أتمنى من الجميع أن يقتني هذه المهنة لأن صراحة أول حاجة ممتعة وثاني حاجة فيها دخل يعني كويس دخلها نعم واستغلال الفرص وقت الواحد ما كان جالس في البيت ممكن يستفيد من هذه الموهبة زي ما عملت يعني شكرا أحمد فارس على هذه المشاركة وكل التوفيق لك يا رب ومشكور أخي عبدالله ومشكورين على إضافتكم الله يحفظكم وأخوكم وفق الجميع إن شاء الله الجميع دقائق على افتتاح السوق المالي السعودي يالله يرزق الجميع والتفاصيل بتكون مع الزميل عبد المجيد صباح الخير عبد المجيد صباح الخيرات أهلا صباح الخير عبدالله وصباح الخير سارة التوفير وطلق وسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام بكل خير أهلا بكم في الفترة التحضيرية الخاصة بافتتاح سوق الأسهم محلية في جلسة هذا اليوم الأربعة سوق الأسهم ما زال يواصل الارتفاعات يعني في جلسة الأمس للجلسة التاسعة على التولي بالتالي نحن أمام أطول سلسلة ارتفاعات منذ غسطس 2019 هذا يعكس الحالة الإيجابية بالنسبة للمستثمرين وأيضا للمعطيات على أداء المؤشر إذا ما أخذنا في الاعتبارات النتائج التي يتم إعلانها خلال الفترة الماضية كان هناك نتائج إيجابية لقطاعات مهمة نتحدث عن القطاع المصرفي وأيضا عن قطاع المواد الأساسية وتحديدا شركة سابق والتي كانت نتائجها أفضل من المتوقع وبالتالي هذا يعكس على أداء المؤشر خلال الفترة الماضية وتحديدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك تقريبا 37 شركة تم إعلانها حتى الآن 20 شركة حققت أرباح بينما 17 شركة كان هناك انخفاض في أرباحها بينما الخسائر نتحدث عن ثلاث شركات تحقق خسائر نسبة التغير بالنسبة للأرباح نتحدث عن أكثر من 40% بالتالي هذا يعطي حالة من الإيجابية وأن النتائج جاءت عكس المتوقع خصوصا نتحدث عن عام 2020 كان عام مؤلم بالنسبة للاقتصاد وبالتالي كان هناك توقعات لانعكاس ذلك على نتائج الشركات لكن تحديدا الربعين الثالث والرابع كان هناك تحسن في أداء الشركات في ظل الفتح للاقتصاد وأيضا تقليل وتقنين الإجراءات الاحترازية لكن مع بداية هذا العام كان هناك مخاوف في ظل موجة ثانية لكن بدأ الاقتصاد أيضا يعود في ظل انخفاض نسبة الإصابات نتحدث الأسبوع الخامس عالمين وبالتالي هذا أيضا أعطى حالة من الإيجابية والتفاعل وفي ظل أيضا وجود اللقاحات واستمرار أخذ عدد أكبر من تحديدا التلقيحات أكبر أصبحت وبالتالي هذه انعكست على أداء الاستثمار بشكل كبير المؤشر نتحدث عن تسع جلسات من الارتفاعة كان هناك أسهم حققت أعلى مستويات لها نتحدث عن راجحي تقريبا أعلى مستوى منذ 14 عاما في جلسة الأمس عاد إلى التراجعات لكن بالتأكيد هي مرحلة هدوء جني أرباح للسام خصوصا بعد تقريبا تسع جلسات من الارتفاعات وأعلى مستويات بالنسبة للسام أيضا ستيسي تحدث عن أعلى مستويات بالنسبة للسام منذ 15 عاما بالأمس كان هناك دعم من بنك الأهلي تحديد السام بنك الأهلي كان على ارتفاعات بكثر من 2% قطاع المواد الأساسية كان دعم لأداء المؤشر في جلسة الأمس إذا ما أخذنا بالتوازي مع الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط وبالتالي بالتأكيد قطاع الطاقة بالأمس كان ارتفاعات وتحديدا سام أرامكو عند 34 و 80 هلال وبالتالي هذا أعطى حالة من الإيجابية ودعم للمؤشر نتحدث عن أسعار بأكثر من 63 دولار هي الأعلى منذ 13 شهرا يمكن هناك معطيات كثيرة بالنسبة لأسعار النفط نتحدث عن موجة الصقيعة التي تضرب تكسس وبالتالي هذه أثرت على الإنتاج النفط نتحدث عن تعطل ثلث الإنتاج الأمريكي وبالتالي هذا نعكس على أسعار النفط أيضا نتحدث عن عام المهم وأساسي والتخفيض الطوعي للمملكة تحديدا في شهري فبراير ومارس نتحدث عن تخفيض مليون برميل وهذا يمكن نعكس على أسعار النفط خلال الفترة الماضية وشهدنا أعلى مستويات تقريبا في شهر فبراير تحديدا أكثر من 13% ارتفاعات مع الخفض الطوعي وإذا ما أخذنا على الارتفاعات منذ بداية هذا العام بأكثر من 24% وبالتالي هذه التعكس هذه العوامل على أداء المؤشر خلال جلساتها الماضية اليوم أيضا نشهد استمرار للارتفاعات بالنسبة للمؤشر في بداية هذه الجلسة وممكن هناك ميل للاستقرار لكن الحالة الإيجابية لأداء الأسواق العالمية وأيضا للأسعار العالمية لكن هناك خبر مهم نتحدث عن بيتكوين هي حديث الآن المستثمرين وبالتالي ارتفاعات لأكثر من 50 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق وبالتالي هذه يعكس الحالة أيضا الإيجابية في العملات المشفرة بدأ نشهد خلال الفترة الماضية دخول الكثير من المستثمرين وتحديدا الشركات وبالتالي الآن لم تعود هناك مجرد أفراد وبالتالي الشركات أصبحت داخلة في العملات المشفرة بالتأكيد سنفصل أكثر عن هذه المستجدات في أموال المسارات لكن قبل ذلك أعود من جديد إلى الزميل عبدالله والزميل الساري إليكم شكرا لك عبد المجيد مجهزة العاشرة صباحا كشفت وزارة التعليم عن خدمات جديدة تمت إضافتها على منصة مدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني حيث يستفيد منها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع تويتر تحسينات في الجدول الدراسي وفق الخطط الدراسية الجديدة وتطبيق مصحف مدرسة للطلاب وأولياء الأمور إضافة إلى خدمة إدراج الأهداف التعليمية أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة كما وجه أمير الرياض بنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصندوق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم من أو إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التنمويلية وتعديد إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تنمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية عشرين ثلاثين وقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بريح نشطة على مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتين الرياض والشرقية في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجعوف والحدود الشمالية تبوك وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية أهلاً بكم في الساعة الثانية من اليوم وتشاهدون فيها ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة المنزلية بعد توقف الأندية الرياضية مراسل الإخبارية يرصد لنا تفاصيل رحلة بالتا التي اصطدمت بأحد الجبال بمنطقة تبوك قبل ستة أو سبعة وستين عاماً وكلوب هاوس آخر صيحة في عالم التواصل الاجتماعي مشاعر أدغل بأول سعودية في العمل الميداني والتنقيب الأثري بداية سعتنا الثانية طبعاً عن هذا الخبر حيث اتجه عدد من المتخصصين والمدربين الرياضيين إلى تقديم برامج رياضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي استهوت فيه الرياضة المنزلية الأسر ليأترتفع بذلك نسبة المهتمين بالشأن الرياضي في الحياة العامة ما يؤكد نمو مؤشر الاهتمام بالقطاع الرياضي كثقافة دائمة بالنسبة للمجتمع التفاصيل يرصدها لنا مراسل الإخبارية حمد بن حسين حمد أهلاً وسهلاً بك صباح الخير صباح الورد صباح النور حييك عبد الله حييك سارة وسادة المشاهدين طبعاً مع الأزمة نعيشها ويعيشها العالم جميعاً فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية حقيقة وتوقف الملاعب خاصة عن فئة الأطفال وما فوق لم تكنع هذه الأزمة من وجود تدريبات وفي مبادرة هي في مسعى لعدم توقف اللياقة وفقدان اللياقة والمحافظة عليها وأيضاً التزام الطالب بهذه التمارين واسماريته في منصة التدريب الرياضي عن بعد التي تقام هنا في أكاديمية نادي الشباب نتحدث عنها مع ضيفنا سلطان البيشي المدير التنفيذي في أكاديمية نادي الشباب أهلاً بك أولاً كيف جاءت هذه الفكرة؟ أولاً أهلاً وسهلاً فيكم والله سيد مساكم بالخير ونوجه أكيد التحية للزملاء في الاستيديو عبد الله وسارة ولكافة متابعيننا عبر قناة الإخبارية وبالتحديد برنامج اليوم طبعاً أكاديمية نادي الشباب هي إكمالاً للعمل يقدم داخل نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان طبعاً التمارين كانت مستمرة في هالملعب نحن تمنينا زيارتكم اليوم تصادف استمرار التمارين لكن بعد قرار وزارة الداخلية في إيقاف الأنشطة الرياضية وخصوصاً نحن نتكلم عن الأطفال وما هم فوق الأطفال في آت سنية بشكل عام نجبرنا اليوم على القرار أن نوقف التمارين حفاظاً على سلامة الجميع وأطلقنا أكاديمية أو منصة تدريب عن بعد الهدف منها أن نحافظ على معدل لياقي لللاعبين من التوقف اليوم كنا عشر أيام بعد استمرار القرار صار عشرين يوم يعني شهر كامل اللعب الرياضي يعرف جيداً لو توقف شهر معناته حيبدأ التأهيل من الصفر لكن لا إحنا أطلقنا المنصة هدفها استمرار التمارين أيضاً في المنصة استشرنا أحد المدربين البرازيليين حتى يقدم مجموعة من الوحدات التدريبية اللي فعلاً تفيد اللعب على المحافظة على معدل لياقي ويتواجد في المنصة كافة مدربيننا سيقول بدأت بتاقيباً؟ مع القرار إحنا توقفنا في نفس يوم القرار كان يوم الخميس آخر تماريننا بعدها توقفنا عن التمارين ومباشرة اليوم اللي بعدها أطلقنا المنصة ناصة طبعاً هي أربع أيام في الأسبوع أحد اثنين ثلوث ربوع ونتوقف فترة الويكند وفلقت استحسان وتفاعل من الطلاب يعني شوفوا أنها تلبي احتياجاتهم على مستوى منسوبي أكاديمية نادي الشباب نعم نحن نتكلم على مدرسة أشبال براعم ناشئين شباب كافة فئات الأكاديمية مستفيدين من الخدمة إضافة أننا سمحنا لكافة الرياضيين من أعمارهم من خمس سنوات إلى تسعة عشر سنة في أي منطقة في المملكة يقدر يستفيد من المنصة بشكل مجاني ويدخل التدريبات بشكل يومي إذن تسجيل مجاني وأيضا جميع الطلاب في جميع نطق المملكة وفق الفئة العمرية حد التوقف طيب بنتكلم عن هذه طريقة التسجيل كيف طريقة التسجيل؟ طبعا إحنا عندنا حسابنا على تويتر أكاديمية نادي الشباب تقدر تخش على الخاص وتطلب مننا التسجيل مباشرة راح يطلبون منك الأخوان في إدارة العلام والاتصال رقم الجوال ومباشرة يتأكدون من عمرك وتتحول للجروب الخاص بالفئة وتستمر معهم في التدريبات إحنا عندنا طريقتين الأولى تشارك في المنصة بوقت المنصة إثنين تطبق الوحدة التدريبية اللي يطلبها منك المدرب المختص في المنزل وترسلها كفيديو المدرب يصحح معك ويتابع معك ويعالج الأخطاء عدد المسجين حتى الآن كم؟ إحنا على مستوى أكاديميتنا تجاوزنا المئة وعلى مستوى النطاق الخارجي اللي هم أقارب لبعض اللاعبين أو ناس سمعت على المنصة على السوشيال ميديا تقريبا تجاوزنا الثلاثين في الأسبوع الأول هل عندكم استعداد يتلقي جميع الأعداد حتى لو بلغت مثلا نقول بالمئات؟ المنصة جاهزة والمدربين على الاستعداد إحنا وفرنا كل مدربيننا والجهاز الإداري للمتابعة وتسجيل أي مشترك إلى الآن الحمد لله العدد متناسب مع الفكرة ونطلع أكيد نطلع للمزيد والأفضل بالنسبة للطاقم التدريبي الذي يعمل في المنصة منصة تدريب عن بعد حدثنا عن هذا الموضوع طبعا المشرف والمستشار للفكرة هو الكوتش تياقو طبعا مدرب برازيلي مستشار طبعا للمنصة والأكاديمية بشكل عام أما فيما يخص المدربين على رأس الإصطاف طبعا الكابتن فيصل السلطان لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب ومجموعة من المدربين السعودين كابتن أحمد كابتن عبدالله كابتن إيهاب ما شاء الله كلهم طاقم سعودي متكامل جاهزين وعلى استعداد تام لأي عدد كان في فترة جاية نوعية التدريبات التي تقومون بها في المنصة هي لنفس التدريبات التي تكون هنا في الأكاديمية أم مختلفة؟ أكيد بتكون مختلفة داخل الأكاديمية اللاعب يحتاج الكرة أكثر لكن في المنزل المساحات بتكون أكثر ضيقا ومساحة أقل اللاعب يحتاج بس عشان ما يتوقف يحتاج معدل لايقي فهي التمارين بتكون في المنصة أكثر لايقية من التمارين اللي يدخلها الكرة الكرة يمكن فيه أجزاء في تمارين معينة لكن إجمالا هي تمارين لايقية لرفع المعدل لايقي المساحات